مساء الخير نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة وكانت الأجواء باردة في أغلب المناطق ووسطة العظمى في عمان 11 درجة مئوية من خلال صور الأقمار الاصطناعية نلاحظ ظهور كميات من الصحب المنخفضة في مختلف المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية هاي الليلة بتكون الأجواء باردة ورطبة مع احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول وبتوصل درجة الحرارة لأربع درجات أما ارتوبة 93% والرياح شمالية غربية غدا ويوم الأربعاء أجواء مستقرة وباردة نسبيا نهارا وباردة ليلا بتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 12 وبتنخفض بالليل لـ 6 درجات مئوية يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا بتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 15 وبالليل بتنخفض لـ 7 درجات من انتقل درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة بتسجل درجات الحرارة في إربت 7 وغدا 15 عجلون احتمال تساقط أمطار 5 وغدا 13 جرش 6 وغدا 15 درجة بتسجل درجات الحرارة في المفرق 3 أجواء صافية وغدا 14 ازرقاء 5 وغدا 15 درجة مئوية في الصلت 6 وغدا 12 ماذا باقي احتمال تساقط أمطار 3 وغدا 13 مطار ملكة علياء درجتين وغدا 15 درجة مئوية البحر ميت 13 وغدا 20 الطفيلة 4 وغدا 11 الكرك أجواء غالبا صافية 4 وغدا 12 درجة بتسجل درجات الحرارة في معان درجة وغدا 14 في العقبة بتسجل 12 درجة أجواء غالبا صافية وغدا 20 نهاية برويشد 3 وغدا 16 درجة إذن ملخص التقس تقس مستقر خلال الأيام القادمة وتقس بارد نسبيا نهارا وتقس بارد ليلا مننتقل لدرجات الحرارة في دول ومدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عود إليك لنا شكرا مريان